اشتركوا في القناة التعليم بتوضيح موقف أولياء أمور المدارس الخاصة من دفع مصروفات العام الدراسي الحالي والقادم في دوق جائحة كورونا تقدم النائب خالد هلالي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن بعض ممارسات المدارس الخاصة والتي تتسبب في إسقال كاهل أولياء الأمور سواء من خلال طلب مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الحالي على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتي أثرت بالسلب على شريحة عريضة من المجتمع مما يستوجب تضافر الجهود والتنصيق بين الوزارة وأصحاب المدارس لمراعاة هذه الظروف ومن ثم التوصل لحلول مرضية تصب في مصلحة جميع الأطراف وطلب عضو مجلس النواب الوزارة تشجيد الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا يتم زيادة المصروفات بشكل كبير وضرورة مراعاة أوضاع المواطنين الاقتصادية مقترحا أن يتم فتح حسابات بنكية بإداءة مصروفات العام الدراسي الجديد بها وذلك في إطار المراقبة وتشجيد الرقابة وخطوة نحو الشمول المالي وذلك لعمل حصر دقيق وشامل فيما يخص الأموال المتداولة وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية منقشة خصم جزء من مصروفات الباص خاصة أن هناك العديد من السيناريوهات لعودة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد منها على سبيل المثال تقليص أيام الدراسة وحتى الآن لم يتم تحديد الألية والكيفية التي سيتم عودة الدراسة بها ولهذا لا مانع من بحث إمكانية خصم ولا جزء بسيط من مصروفات الباص للتخفيف عن كاه الأولياء الأمور وفي نفس الوقت في إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة الأزمة الراهنة واستنكر أولياء الأمور معقامة به المدارس من مطالبتهم ليس فقط بقصة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد موضحين أنهم يطالبون بسداد الأقصاط الأولى من مصروفات العام الدراسي المقبل 2020-2021 حيث شكل كثير من أولياء الأمور من عدم مراعاة المدارس للظروف الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية وقيمها بسداد مصروفات العام الدراسي المقبل ترجمة نانسي قنقر أعضاء بالبرلمان يطالبون وزير التعليم بتوضيح موقف أولياء أمور المدارس الخاصة من دفع مصروفات العام الدراسي الحالي والقادم في دوق جائحة كورونا تقدم النائب خالد هلالي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن بعض ممارسات المدارس الخاصة والتي تتسبب في إسقال كاهل أولياء الأمور سواء من خلال طلب مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الحالي على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتي أثرت بالسلب على شريحة عريضة من المجتمع مما يستوجب تضافر الجهود والتنصيق بين الوزارة وأصحاب المدارس لمراعاة هذه الظروف ومن ثم التوصل لحلول مرضية تصب في مصلحة جميع الأطراف وطلب عضو مجلس النواب الوزارة تشجيد الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا يتم زيادة المصروفات بشكل كبير وضرورة مراعاة أوضاع المواطنين الاقتصادية مقترحا أن يتم فتح حسابات بنكية بإداءة مصروفات العام الدراسي الجديد بها وذلك في إطار المراقبة وتشجيد الرقابة وخطوة نحو الشمول المالي وذلك لعمل حصر دقيق وشامل فيما يخص الأموال المتداولة وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية منقشة خاصة جزء من مصروفات الباص خاصة وأن هناك العديد من السيناريوهات لعودة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد منها على سبيل المثال تقليص أيام الدراسة وحتى الآن لم يتم تحديد الألية والكيفية التي سيتم عودة الدراسة بها ولهذا لا مانع من بحس إمكانية خصم ولوجزء بسيط من مصروفات الباص للتخفيف عن كاه الأولياء الأمور وفي نفس الوقت في إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة الأزمة الراهنة واستنكر أولياء الأمور معقامة به المدارس من مطالبتهم ليس فقط بقصة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد موضحين أنهم يطالبون بسداد الأقصاط الأولى من مصروفات العام الدراسي المقبل 2020-2021 حيث شكل كثير من أولياء الأمور من عدم مراعاة المدارس للظروف الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية وقيامها بسداد مصروفات العام الدراسي المقبل ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة وتفعالوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة وتفعالوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد